طيب اللفظ كزاكن عمر قلبك بالحب حسن أخلاقك نور قد أضاء سناه الدر رم لذاتك منزلة واسمها إشراقة قلب الحمد لله وحده وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومرحبا بكم مع إشراقة قلب وأسأل الله جل وعلا أن يجعل قلوبنا أطهر من ثيابنا وأن يرزقنا القلب السليم والقلب المخموم وأن يجمعنا بقائد العظماء عليه الصلاة والسلام على الأرائك متقابلين أيها الأخيار كنت أتحدث عن بعض الأدواء التي تصيب القلب فتنسيه ذكر الله وتجعل القلب صحراء قاحلة ليس بها ربيع ولا خضرة خضرة أقصد بها ربيع الإيمان نعم أيها الأخيار إن من أخطر ما يمر على قلب الإنسان أن ينسى ربه وأن ينسى ذكر ربه فإن نسيان العبد لله باب من أعظم أبواب نسيان الله له نسوا الله فأنساهم أنفسهم إن نسيان العبد لربه دون أن يذكره وهو بحاجة إليه لا يستغني الإنسان عن ربه طرفة عين ولا أقل من ذلك فكيف يمر عبر ساعات من اليوم طويلة يذكر العبد كل شيء إلا الله إن القسوة التي تعتري بعض القلوب فيرحل الإشراق منها والإيمان والطمأنين يوم أن ينسى العبد ربه فينسيه رب العالمين كل باب من البر والخير له أيها الأخيار إن كثرة الذكر سبق إلى الجنة وإلى الحياة الهنية الرضية ولا إلى العيشة المطمئنة سبق المفردون المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب إن المشاهد لحال الناس هذه الأيام وهم يعيشون الهموم والأحزان قلق، توتر، اكتئاب، فصام، ذهان، أمراض لربما يكون البعض منها عضوي لكن بعضها من شأه خواء الروح وجفاف اللسان لسان أحدنا أحياناً يكون رطباً بذكر الدنيا لكنه ليس رطباً بذكر الله وصدق الحبيب المصطفى عندما دعا أحد الصحابة دعاه وصية منه صلى الله عليه وسلم قال له لا يزال لسانك رطباً بذكر الله إن ذكر الله رب العالمين والذي بيده خزائن كل شيء علاج لهذه الآلام وهذه الآهات وذاك الضيق وتلك الدمعات وذاك الهم والحزن والله إن في ذكر الله لغناً عن ذكر ما سواه لأن بيده مقاليد كل شيء ولأنه جل وعلا خلقك لعبادته فكيف تنساه؟ هل تستطيع؟ هل تستطيع أن تستغني عن الله طرفة عين؟ لا والله أنت بحاجة إلى الله إذا أدخل الهواء من هنا أن يخرجه من هنا أنت لا تخرج عن حوله وقوته فلماذا تنساه؟ أين ذكر الله؟ الذي لربما البعض منا يصبح في صباح يوم ويلهث خلف الدنيا ويرى همومها فيزداد همّا ويخالط الغموم فيزداد غمّا فيدخل في حياة كلها الضيق والأحزان ألا إن ذكر الله نجات ألا إن ذكر الله من جات ألا إن ذكر الله حياة فأدعوك حتى تشرق روحك ويشرق قلبك بلزوم ذكر الله لزوم ذكر الله جل وعلا أعقد أناملك على التسبيح والتهليل يا أخي وأنت أيتها المؤمنة لا تترك ساعة إلا وبها ذكر وطاعة إن ذكر الله غنى لمن لا مال له وعز لمن لا عز له من كان مع الله كان الله معه ومن ذكره في نفسه ذكره الله في نفسه ومن ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ خير منه وما أجمل أن تجتمع مع بعض إخوانك لتؤمن ساعة كما كان الصحابة رضي الله عنهم يجتمعون ليؤمنوا ساعة ما أجمل الإيمان يوم أن يكون بالتواصي بين الإخوان الذين يتواصون بالصبر والحق أولئك الذين يجتمعون في بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم جوائزهم نزلت عليهم السكينة غشتهم الرحمة حفتهم الملائكة ذكرهم الله في من عنده فيا من يشتكي الهم ويا من يشتكي الغم ويا من يشتكي الحزن ويا من يتنفس بصعوبة يا مؤمن يتنفس بك سبب الهم بصعوبة يا مؤمن إليك دوحة الذكر وإليك أيها الحبيب بوابة من بوابات الإيمان والإشراق إشراق في الروح وفي القلب لا يزال لسانك رطباً بذكر الله طيب اللفظك زاكن عامر قلبك بالحب حسن أخلاقك نور قد أضاء سناه الدر رم لذاتك منزلة واسمها إشراقة قلب واسمها إشراقة قلب إشراقة قلب